تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 230 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 21 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط طني سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 11 طن سلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فتم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 247 قضية من بينها 86 قضية خبز ناقص الوزن و48 قضية خبز غير مطابق للمواصفات